البداية مباشرة مع الزميلة حليمة طبيعة عبر تطبيق زوم لتلعينا على آخر المستجدات في ملف الترسيم مساء الخير حليمة إذن تخبط إسرائيلي بين تصعيد ومفاوضات يبدو أن هناك تطورات حصلت منذ قليل ضعينا في آخر المستجدات صحيح لرى بعد يوم طويل من التسريبات الإسرائيلية وتحديدا تسريبات في الأعلام الإسرائيلي عن تهويل وعن رفض للاتفاق وعن إنهاء هذا الاتفاق وعن رفض دليل الملاحظات اللبنانية دون أن يصدر أي موقف رسمي من أي مسؤول إسرائيلي معني بهذا الموضوع باستثناء وزير الحرب الإسرائيلي الذي تحدث في إطار كلامه عن أنه بحال أي محاولة من حزب الله للاعتداء على ما يسميه أمن إسرائيل سيكون هناك رد وتصعيد إسرائيلي لأن العدو الإسرائيلي لم يعلن بثاة الحرب على لبنان حتى لم يعلن فشل الاتفاق اتفاق الترسيم البحري الجنوبية يعني المياه البحرية الجنوبية بين لبنان والعدو الإسرائيلي لبنان اليوم استطاع أن يربح معركة ديبلوماسية بحسب معلومات الجديد كان هناك يعني تقدير أمريكي وتقدير دولي للموقف اللبناني الذي التزم الصمت وكان حتى التصريحات التي صدرت إن كان عن نائب رئيس مجلس النواب ليات بوطعب أو حتى عن مسؤولين لبنانيين آخرين حول هذا الموضوع كانت تصريحات إيجابية ولم ينجر لبنان خلف التسريبات الإسرائيلية وخلف التصعيد الذي كان ربما يهدف إلى أخذ من لبنان أي جواب تصعيدي حول ما جرى تسريبه من قبل العدو الإسرائيلي والأعلام الإسرائيلي الموقف اللبناني على عكس ذلك كان موقف إيجابي سمعنا قرأنا ما أعلنت عنه لكالة رويترز يقلن عن نائب رئيس مجلس النواب ليات بصعب الذي تحدث عن أن الاتصالات مستمرة مع الوسيط الأمريكي آموس فاكستين وبحسب المعلومات الجديد فإن غدا سيكون يوم آخر غدا سنعود إلى المرحلة التي كنا فيها صباح اليوم قبل أن تبدأ التسريبات من قبل أعلام العدو الإسرائيلي حتى أنه قد نسمع في الأعلام الإسرائيلي كلام مغايد لما سمعناه اليوم لأنه تبين خلال هذا النهار طويل أن كل هذه التسريبات في الأعلام الإسرائيلي هي نتيجة المعركة الانتخابية الحالية في الداخل الإسرائيلي نحن نعلم أنه في الأول من تشرين الثاني المقبل هناك انتخابات الكنيسة وزعيم المعارضة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو يفوض معركة مع الرئيس الوزراء الإسرائيلي الحالية يلابيل وبحسب ما جرى هذا الأمر طبعا تؤكده التسريبات الصحفية التي بدأت تظهر منذ بعض الوقت نقلا عن وزراء شاركوا في الاجتماع الوزاري المصهر الذين أكدوا أربعة وزراء على الأقل من المجتمعين في هذا الاجتماع نقل عنهم الأعلام الإسرائيلي تأكيدهم أن الجميع موافق على العرض الأمريكي الذي تقدم به أموس مكستين وأن الاتفاقية ليس لديهم أدنى شك بأن هذه الاتفاقية إسرائيل اليوم بحاجة إليها لبدء العمل بإنتاج الغاز من حق الكريش وأيضا بحسب التسريبات الإسرائيلية فإنه حتى نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي لختالي بنات فقد انفقد وهاجم نتنياهو خلال الجلسة التي استمرت لنحو أربع ساعات مساء اليوم وقال أن انفقد ما قام به نتنياهو من تصريحات تحديدا حول الاستفاق فكان هناك عرض من قبل بعض الوزراء الذين شرتوا فيها اجتماع الكابينة الاجتماع الوزاري المصغر بأنه طالما أن معارضة نتنياهو ناتج عن عدم اطلاعه على الاتفاقية لماذا لا يتم اطلاع نتنياهو على بنود العرض الأمريكي أو لماذا لا يقدم له نسخة من هذا العرض فرد رئيس الوزراء الإسرائيلي لقيد لماذا هو لا شأن له بهذا الموضوع وأيضا كان هناك مع التأكيد على أن هناك ملاحظات إسرائيلية على الملاحظات اللبنانية إلا أن ذلك لا يعني أبدا فشل المفاوضات الاتصالات مستملة كما سمعنا في المقدمة فإن الخارجية الأمريكية أكدت أن هذه المرحلة حاسمة أن الفجوات بين اللبنانيين وبين العدو الإسرائيلي ضاقت هي ملتزمة باستكمال هذه المفاوضات والتوصل إلى حل بهذا الاتفاق اتفاق تجسيم الحدود بين لبنان والعدو الإسرائيلي حتى أنه من الجانب الإسرائيلي خلال هذا الاجتماع وهذا تأكيد على أنهم مازالوا يبحثون بموضوع الاتفاقية والتوصل إلى حل كان هناك نقاش في الاجتماع الوزاري المثغر حول من سيوقع على هذه الاتفاقية هل هي الحكومة الإسرائيلية أم أنه سيتم إرسال هذه الاتفاقية إلى الكنيسة فقط لإطلاعهم عليها أم سيجري تصويق في الكنيسة والكنيسة هو مجلس النواب الإسرائيلي تماما كما يجري هنا في لبنان وبالتالي الأمور ستعود اكداء من الغد بحسب المعلومات إلى طبيعتها وأعود وأذكر بأن لبنان هذه المرة نجح بديثماسيته ونجح بعدم الإنجرار خلف التخذيبات الصحفية التي اعتدنا عليها من جانب العدو الإسرائيلي والتي تبين أنها فقط بسبب المعركة الانتصابية الحامية في الداخل الإسرائيلي أعود إليك لارا شكرا على هذه المعلومات الزميلة حلمة طبيعة